جمع غفير من علماء الأمة الإسلامية على قلب رجل واحد يقفون ضد إعلان جماعات الهيكل الصهيونية بالشراكة مع منظمات لليمين الصهيوني عن تنظيم مسيرة أعلام في ذكرى خراب الهيكل المزعوم في تأكيد لتبني الاحتلال بشكل كامل لهذه المسيرة والعدوان على القدس والمسجد الأقصى المبارك وخلال تجمع لهم في مدينة إسطنبول أكد علماء الأمة أن فضح وإفشال مخططات الصهاينة هي معركة الأمة جمعاء وليست معركة الفلسطينيين وحدهم أدعو الأمة الإسلامية لا سيما العلماء الحكام المسلمين إلى مناصراتهم ومؤازراتهم وتحقيق المشهد الرائع الذي صبره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضه ووجه العلماء رسالة إلى الشباب في كل الدول العربية والإسلامية أيها الشباب إن دوركم كبير وإن مهمتكم عظيمة إن وسائل التواصل اليوم يمكنكم أن تستخدموها في نصرة أهلكم في الكدس والأقصى وفي الضفة الغربية في فلسطين اجعلوا جهادهم هو محل اعتزازكم وافتخاركم تحدثوا عنه شجعوا مثله تمنوا على وسائل التواصل أن تكونوا شركاء وأن تكونوا معهم فإن هذا يدفعهم ويشجعهم ويشعرهم بأهمية ما هم فيه ثم إلى رجال الأعمال بل إلى كل فقير قبل كل غني في هذه الأمة اجعل لك سهما ماديا في تثبيت أهلنا في بيت المغدس كما طالب العلماء المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة باتخاذ موقف فعلي ضد جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين ندعو جميع الحكومات والمؤسسات الدولية على أن يأخذوا موقفا ضد هذا العدوان الذي لا يمكن أن يتلاءم لا مع وجدان الإنسان ولا مع أي مبدع من مبادئ الأديان السماوية التواصل المستمر بين شعوب الأمة الإسلامية وتنسيق الجهود والاتفاق على منهجية عمل واسعة أبرز النقاط التي ثبتها علماء الأمة في بيانهم بهدف تحريك الرأي العام في مختلف البلاد الإسلامية لنصرة القدس والمسجد الأقصى ترجمة نانسي قنقر